الحكاية الكبرى بقى حكاية الكبرى طيب مين الحكاية الكبرى؟ حكاية أرون بوبينز الأزمة تساعدت جدا مع اللاعب بسبب رغبة نادي الزمالك أنه يتعامل مع وكيل لاعبين هو محمد حبش الشركة بقى الأصلية المسؤولة عن تسويق اللاعب ادخلت وقالت لا لاب ده بتاعي وطلبت الزمالك بحوالي ربعمائة ألف دولار عشان الصفقة تتم يعني هي الصفقة خلصانة مع الوكيل محمد حبش بس دخلت الشركة المسؤولة وقالت لك لا ده بتاعي فاديني ربعمائة ألف دولار عشان تتم هاي دي بس اخد بالك ده سبب اللغبطة اللي حصلت تمام تمام اللاعب فاهم انه توقيعه على الكصة بتاعة العقد او الموافق على العقد وايضا وصول البطاقة الدولية لنادي الزمالك ممكن تعمله مشكلة قرارية لو راح لنادي اخر بالمناسبة هو عنده رغبة انه يلعب في رومانيا في الدولة الرومانية بس خلصت هي خلصت للزمالك والزمالك قال اللاعب او طلب من اللاعب انه يخلص اموره مع الشركة التسويق دي او يقلل المبلغ شوية بدل ربعمائة ألف دولار يبقى متين ألف دولار تاخدهم شركة التسويق في مقابل ايه؟ في مقابل ان النادي الزمالك يزود لللاعب مقدم التعاقد اللي هو كان 300 ألف دولار يزودوهم شوية يعني زبطنا مع شركة التسويق نزبطك في مقدم التعاقد من الآخر يعني طيب في معلومات في معلومات اكيدة انا امين معاك شوف انا راجل امين انا دايما دايما اقولك المعلومة بالزبط في معلومات انه ربما فجر اليوم اللاعب يصل الى الكهيرة ربما فجر اليوم اللاعب يصل الى الكهيرة حتى هذه اللحظة مش اكيد وازبالك يتكتم جدا على هذا الامر جدا سألنا كل الناس حاش عايز يقول يعني تجينا كده معلومة مستخبئة شوية انه ممكن ييجي الفجر مش كابش قادر اكدهلك مش لو اكدهلك بيتمسؤول عنها بس هي بنسبة انه ممكن يكون موجود فيه القرى واللعب ينضم للزمالك ونخلص من الحكاية دي اللي بقى دمها تقيل بالمناسبة يعني بالمناسبة اتبعت للعب اتبعت للعب انه الزمالك عنده مشاكل مالية وحاجات مع اللاعبين تمام ادري الزمالك ومجلس قدرته اتخطى الحكاية دي وتواصل مع اللاعب ووضح له انه بقاش عنده مشاكل مع اللاعبين ومع المدربين تمام فبعد كده جات للعب رسالة اخر تقال له فيها انه فيه لعيبة اجانب كانت موجودة في النادي هتاخد اكتر منك بكتير انت زاوى فيها على الرقم ده فيه حد بينخور في الصفقة بينخور فيها وزي ما قلتلكم قبل كده مش من منافسين مش من منافسين من البيت يعني دي حكاية مبانزة كلها عشان تبقى انت عارف الصورة فين دلوقتي اشتركوا في القناة